حشود جماهيرية كبيرة في أكثر من 90 دولة بينها الدول الإسلامية أحيت يوم القدس العالمي بمسيرات منددة بالكيان الإسرائيلي الغاصب للقدس وتحت شعار القدس هي المحورة وشهدت العاصمة الإيرانية طهران وأكثر من ألف مدينة ومنطقة إيرانية مسيرات مليونية بالمناسبة شدت المشاركون فيها على دعم القضية الفلسطينية في مواجهة المحتل الإسرائيلي وأكدوا أن فلسطين هي قضية كل مسلم العالم وعمت معظم المناطق اللبنانية والمخيمات الفلسطينية احتفالات بأوم القدس العالمي وكان من أبرزه احتفال نقمه حزب الله في الضحية الجنوبية لبيروت ومسيرة نظمتها الفصائل الفلسطينية في مخيم برج البراجنة للاجئين وفي تونس نظمت مسيرات وفعاليات دائمة للشعب الفلسطيني والمقاومة تلتها تظاهرة خطابية وسط العاصمة تونس ثمن خلالها المتحدثون الدور الذي تلعبه إيران في مساندة القضية الفلسطينية مشددين على دعم الفلسطينيين بكل الإمكانات ونظم حزب الرفاء في مورتانيا تظاهرات راجلة أبر خلالها عن تضامنه والشعب المورتاني مع القضية الفلسطينية منوها بالدعم الذي تقدمه طهران للقدس والفلسطينيين في مواجهة الاعتداءة الإسرائيلية وجدد المشاركون وحكومتهم رفضهم لأنواع التطبيع مع الكيان الصهيون المغتصب واحتفل مجمع الشيخ حمد النيل الإسلامي في السودان بيوم القدس بحضور قيادات إسلامية وفكرية وسياسية شددت على أهمية القدس ودورها المحوري في تماسك الأمة الإسلامية دعاية إلى وحدة الصف الإسلامي في مواجهة الاعتداءة والانتهاكات الصهيونية وشهدت المدن الباكستانية لاسما العاصمة إسلام آباد ولهور وبشار وكاراتشي مسيرات كبرى دعما للشعب الفلسطيني رفعت خلالها صور قادة محور المقامة وعلى رأسهم شهيد القدس القادة قاسم سليماني وكان رئيس الوزراء الباكستان شاباس شريف قد شاد بإعلان إيران هذا اليوم تضامنا مع شعب فلسطين المظلوم واستشهد شخص وصيب العشرات تترى إطلاق قوات شرطة النار على المشاركين في مسيرات يوم القدس العالمي بمدينة كادونا شمالية نيجيريا كما استخدمت الشرطة وغاز المسرين للدموع لتفريق المسيرات في مدينتي أبو جاوزاريا مسقط رأس الشيخ الزكزاكي وتزامنت المناسبة مع الذكرى الثامنة للسقوط عدد من الشهداء في يوم القدس العالمي بنيران الجيش النيجيري عام 2014 باتاشر